مرحبا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة بروغرا جايمير اليوم انا نحكي ضمن الاثيكال هاكينج عن الاختراق الخارجي والداخلي شو الفرق بينتهم الاختراق الداخلي هو متل ما حكينا بالفيديوهات اللي قبل كيف نعمل بايلود ومنعطيها لضحية موجودة معنا على نفس الشبكة يعني اذا شبكتنا 192 16801 اللي هي الراوتر باقي بيكونوا 020304 يعني كل التليفونات او الديفايس كومبيوتر الشبكين على نفس الشبكة تبعنا هو بيكونوا ضمن الاختراق الداخلي فما بيكون من نفتح بورتات خاصة بهيدا الموضوع بينما اذا كان الاختراق خارجي لازم يكون في عنا بورت او منافذ نشتغل عليها يا عن طريق البورت فوروردينج من الراوتر او من نستخدم برامج متل اباتشي سيرفر او الانجي روك واليوم موضوعنا حيكون عن الانجي روك عن طريق هادي البورت كيف منبعث او او اي بي كاي فايل منبعثو على عن طريق هادي اللينكس اوكي خلينا نروح دغري للطبي طبعا عم نشتغل على عم بيشتغل على او اول شي ما ننزل انجي روك لحتى نبالي الشغل انجي روك بنفوت على الويب براوزر اللي عندنا بنفوت على موقع اه انجي روك خلينا نفوت على موقع انجي روك اوكي بنعمل بقلبه على الايميل طبعنا متل ومتل اي موقع بترجع بتعمل اوكي حنعمل انا قريدي عامل داونلود لانجي روك ابليكيشن بنرجع ما ننفوت على اللي عمل لانزب الخطوات كلها موجودة بقلب الموقع اوكي حنعمل داونلود فور لينكس بنرجع بنعمل انزب لانجي روك مطرح ما نزلناه هل ينفوت على اللينكس لتكون واضحة الصورة اوكي انا بنزله بالسدي داونلودز متل ما شايف اوكي هو حينزل عندك بهذا الشكل بتحط تكتب انزب وتحط هيدا الفايل بصير عندك الانجي روك جاهز على هيدا الشكل تاني خطوة بكتعملها اللي هي بكتعمل طبعا الحساب اللي بيعطيك انك تفتح اه اه يعني تفتح اه مرة وحدة بينما ازا كان فيك تقدر تفتح او بنفس الوقت اوكي لانا انا جربتها ما بيمشي الحال الا تفتح ما بيعطيك الا بورت واحد بس تشتغل عليه وكل مرة بس تسكر وترجع تفتح بيعطيك لينك جديد وبورت جديد من الاول اوكي فحنفوت على الانجي روك من بعد ما نعمل اكتيفاشن ناخد نسخدها الكود نعمل اكتيفاشن بس نجحزين فينا نفتح الانجي روك ازا خلينا نفتح انجي روك عادي متل ما شايف هوني عندك اللي ممكن تفتح الانجي روك هي اه كمان هيدا اوبن بورت واوبن لينك هيدا ازا انت حاطت ملفات بقلب اله بقلب اله 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 اللي عندك يعني بالفار يعني اللي انا قصد اللي بقصده للي ما عم يعرفش انا شو قاصد اوكي مفتح على الروت بالفايل في عندك اسمه هون فيك تنسخ هون الملفات اللي بدك اياها تحطها هون بيصيروا بيبينوا عندك يعني ازا بعطت هيدا اللينك ازا بعطت هيدا اللينك اللي هو ممكن تعملوا انت يعني ازا حتى تبعت هيدا اللينك اللي بيطلع معك بيصير بيبين كل الموجودة بقلب هيدا الفولدر في يعملها او يعملها ياخد اي شيء موجود عنه اوكي بس لحتى تكون واضحة الصورة يعني ازا بدي اعمل مسألة انا فرجيك شو شو عم بقصد بس طبعا قبل ما تعمل هيدا بدك تكون مشغل شيء اسمه اه اباتشي سيرفر هجرب لك اياها بلا اباتشي سيرفر مع الاباتشي سيرفر اوكي لا تشوف كيف شو قصد ازا حطيت انجي روك انجي روك اتش دي تي بي ايتي اوكي عطاني هيدا اللينك ازا اخدت هيدا اللينك عملت كوبي لهيدا اللينك وفت منه هون عملنا بيست اوكي هيعطيني انه لا لانه مش فاتح الاباتشي سيرفر اوكي ازا روحنا هون فتحنا جديدة خلينا نسكر هيدا طبعا لازم تكون الاباتشي سيرفر شغالي قبل هنسكر هاي ونجي نعمل سيرفر اباتشي تور ستارت اوكي نرجع مروح لا مروح للانجي روك من اول وجديد لا طبعا هيدا انا بس لحتى اللي ما بيعرف يعرف انه شو ممكن يستفيد من الاش تي تي بي ايتي اوكي هنروح اوكي رجعنا فتحنا متل ما شايف يعطيك دايما اش تي تي بي جديد بس على نفس اللي هو ايتي اوكي هنعمل كوبي كوبي لينك ادرس نجي اللي هون نعمل اوكي شايف كيف عطاني عطاني الموجود فيها اللي رحنا عليه سوا اللي هو موجود هون طبعا اللي بيعرف يشتغل اه بيصمم الصفحة اللي بده اياه هون بيركب فيها اللي بده اياه وبتبين كأنها صفحة اه خصصة معينة او لويب سايد معين هيا بتكون الصفحة تبعيتك او لويب سايد ازا ما نسميها بقوسان الخاصة فيك اللي تحط فيها تبعه اوكي بنرجع هلا لموضوعنا اوكي انا اكيد نحنا لانه هنشتغل على اه خرق اختراق خارجي هنستخدم تي سي بي مش اوكي هنسكر هايدي بنرجع نفتح من اول بجديد هنعمل هون خلينا نوقف في السيربس ابوتشي نعمل ستوب اوكي هنعمل اكيد نرجع من روح على على الانجي روك ومنفتح هيدا الامر تي سي بي وبتحط البورت اللي بدك ايه حط البورت اللي بدك ايه خلينا نحط البورت اربع اربعات اوكي اعطانا اعطانا متل ما شايف اونلاين وعطانا اللينك اللي هنشتغل عليه وهيدا الرقم اللي هون ركز معي كيف مانا نعمل هلأ نحن شو شغلتنا نعمل هلأ نعمل بايلود ونبعث على شخص لحتى نفتح ساشن جديدة مع شخص مانو شابك على نفس الراوتر طبعا اوكي طيب هنفتح متل اي بايلود بنا نعملها اوكي هحط هود اتنين هون لحتى تكون وحصورة عندك اوكي هنفتح اما اسعب فينم اوكي في مسأل جاهز هون هنبلش سوا اندرويد متر بريتر ريفرس تي سي بي اوكي نجي للالهوست هون الالهوست هو هيدا الرقم اللي بيكون هون من السفر لالاو اوكي الاوه موجود هون بس هغير هحط سفر اوكي سفر دوت تي سي بي دوت انجي روك دوت اي او الالبورت هو هيدا الرقم لمعلم اوكي يعني الرقم اللي هون اللي هو وان فايف فور وان تو اوكي وان فايف فور وان تو حط اوكي انا ححطهم بهيدا الفولدر اللي هو فيك انت تحط اللي بدك يا فيك تحطنا عالدسكتوك وان ما بدك اوكي هسمي انا او خلي انا سميه تست اوكي تست اي بي كي هحط انتر بننطر شوية اللي يعمل بايلود اوكي مثل ما شايف صارت جاهزي هيدا السايز طبعا وصارت موجودة على الفولدر طبعا طيب هلا هيدا الخطوة التانية اللي هي طبعنا انو شو نعمل ننقل هيدا للضحية طبعا فيك تنقلها باي ايميل اسم اس اللي بدك تحط على الاندكس اللي حكينا عنو بس طبعا ما فيك تحط على الاندكس وتسكر هيدا السيشن اللي هون ترجع تعطيه لينك تاني لانو تغير الهوست والالبورت طبع مشانيك ازا انت دافع حق على الانجيرو مشتري اكانت فيك تقدر تفتح كزا سيشن متل هيدا بنفس الوقت لحتى ما تخسر الالبورت اوكي لانو بس تسكر هيدا السيشن المفتوح هون هيدا البيلود ما بقى ما بقى يفتح معنا ليه لانو تغير كل مرة عم يتغير الالهوست اللي هون والالبورت اوكي طيب حنبعته هللق عن طريق التليفون طيب اوكي انا شبك التليفون شبك التليفون ازا ما كان نبين معك التليفون على على الكلب تفوت على الديفايس وبتبوس سامسونج اندرويد وبيبين معك التليفون. طيب انا هارجع لكم هنرجع لما بيصير التليفون جاهز وموجود عليه ال اي بي كاي فايل. اوكي ورجعنا هلأ متل ما شيف على التليفون هيدا الاماسف فينو صار جاهز نقلناه على على تليفون الضحية دابعنا وصرنا جاهزين لنفتح السيشن. طيب قبل ما نبلش مانا نكون مأكدين لانه ممكن ما يمشي الحال معك او ما تفتح السيشن ليه بتكون من الاول مش فتح هيدا السيرفوس بدك تنتبه كيف لما كنت عم نشتغل على اتش تامقال كنت فتح صفحة سيرفوس الاباتشي تو نفس الشي هون ما نكون فتحين هيدا السيرفوس اللي هي البوستجرسكيال بدي يكون فتحها اوكي يعني بدي يكون عامل سيرفة بوستجرسكيال ستارت وعمل انتر قبل ما بلش افتح السيشن واعمل ام اس اف ذنم وابعته للضحية طبعا اوكي فهلأ هلأ من بعد انا انا شغلت السيرفوس وصرت جاهز اني افتح السيشن هلأ هنجي على التليفون متل ما شايف انا فاتح ما اني فاتح واي فاي شايفك على الفور جي الموجود عندي طيب هروح على محل ما نزلت الفولدر اوكي فتح الماي فايز تست اوكي هنعمل نيكست انستول عم نعمل انستولينج بهذا الوقت هفتح الامس اف كونسول لحتى افتح الميتاسبلويت اوكي انستول اوكي بهذا الوقت هنتعمل اوكي الابليكيشن صارت انستول وصارت موجودة عندي على اوكي متل ما شايف مين اكتيفتي ان شاء الله بالدرس اللي جاي هنعمل هنشتغل كيفية تكون ابليكيشن رسمية بالشكل طبعا بالاسم طبعا ما تكون بهذا الاسم الفاضح المين اكتيفتي اوكي اوكي بعد الوقت نطرين الامس اف كونسول لحتى يفتح لنا الميتاسبلويت اوكي متاسبلويت فتحه دصرنا جاهزين لنفتح السيشن طبعا اوكي اول شي هنحط مثل العادي ملتي هندلر اوكي بنحط الستة الطابعنا اوكي بنجي لا الهوس الهوس طبعا اذا كنا متل عادي عم نشتغل على انترنل اكسبلوت يعني اختراق داخلي كنا بنحط الهوس طبعا اللي بنلاقيه بالاعي اف كونفج يعني الـ IP طبعنا. هون نحط أربعة أصفار اوكي الـ LOS تبعنا أربعة أصفار. الـ Lport طبعنا هو الـ Lport الي حطيناة 팔 столج akhir أنت الانجيروكي اليShort. لما نحن نحطينا الـ TCP 555-444 نحن نتض 물жOR مثل ما شايف هي من بيني هون 444. و منعمل ENTER. بنرجع بنعمل اكسبلويت اكسبلويت اوكي خلينا نشوف الابليكيشن متل ما شايف لما اشتغلت الابليكيشن بلش تعمل عندي سندينج للداتا اوكي منطر شوية تفتح السيشن وهيدي السيشن فتحت صور جاهز اني اتحكم التليفون نعمل هلب متل ما شايف هيدا التليفون عم بقدر اتحكم فيه خليها نجرب وحكينا قبل كيف منقدر نتحكم بالتليفون وعن الاوامر الموجودة بهيدي السيشن بس نفتحها بالفيديو اللي قبل هحطوا بالدسكريبشن كمان لما حضر الفيديو كيف نعمل الانجيكشن لأي بي كاي فايل التفاصيل اكتر موجوده هناك الفيديو الى حد هون خلص حكينا بالتفاصيل كيف فينا نعمل اختراق خارجي عن طريق انجي روك بدك تمتبه للتفاصيل الدقيقة انو ممكن ما تثبط معك ازا يمكن ما كنت بشغل سيرفز معينة ان كنا عم نحكي على التش تي تي بي كون منك مشغل اباتشي سيرفر او كنا عم نحكي على تي سي بي متل ما هلا ما بتكون مشغل البوست كيور سكل سيرفز كمان ما بتكون مشغلها خلينا نتأكد بس انو كل شي انو حتى شغال الستشن مية بالمية خلينا ناخد بس نجرب واحدة من من الكومانز الموجودة هون خلينا ناخد ناخد نعمل لصورة هنشتغل على وابكام سناب اكي هنعمل ننزل لتحت ونعمل اوكي هنعمل هيدا التليفون بيدي هاحمله اوكي 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 هيدا الصورة متل ما شايف عمل لصورة تليفون صارت واضحة الخبرية وش فيك تقدر تعمل بالنهاية ما تنسى الفولو واللايك والشار على تيك توك السبسكرايب على اليوتيوب تفعل كرس لو يصل لك كل شي جيد ان شاء الله تكون استفادتنا من الفيديو دايما تذكر شغل اثيكا الهاكينج وانا مش مسؤول عملية شخصي بيتعرض لعمليات ابتزاز او تهكير من سوق باستخدام للمحتوى لعرب رو تانكس على المشاهدين